السلام عليكم يا دكتورة أنا عايزة اشتشيرك في موضوع أنا عندي عشرين سنة كتبت الكتاب طيب إحنا الحرقة الجاية هنقول موضوع قد بالكتاب ده بس اللي لسه ما تجوزتش هو عايزني دايما ألبس اسود وأنا خالجة ولبسي كله يبقى اسود في اسود أنا بحب الاسود لكن ساعات بتخنق منه بحب أغيره ومش بحب أخرج بلبس فاتح طيب والله يا خير وبركة يعني برضو ألوان غمقى فروحت أزور جدته ولبسي لبسي عادي غامق بس مش اسود فاتخانق معي وقال لي أنت كده مش بتطيعي زوجك وانا حس بحرمني هو كده حرام علي ولا لأ وعاوزك تقولي لي أقنعه إزاي أن اللبسي اسود كذا 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 هو مش سهل أنه يقتنع وعصب جدا ووضع جدا ووضع فيه خلط في الفن بس يا جماعة وطبعا يعني الاسود طحفة تمام وساتر وعارف أنت بيقى وسهل سهل ومدرب العباية على البتاع وقلصت نفسك والدنيا خلصت ولا كوي ولا والدنيا سهلة لكن يعني أنت كبنت إمتى يبقى الاسود يعني هو ده وغيره ملفت لو أنا في مجتمع ما بيلبس إلا الاسود لأن من شروط الحجاب اللي هو ما بيبقاش ملفت لكن لو أنا في مجتمع فيه الألوان التانية وانا بتقول للبنيات الكحليات اللي مش عارفة البدنجانيات أي حاجات دي يطمئ اوكيه أدام هو مش ملفت في نفسك وده عرف المكان اللي أنا موجودة فيه لكن ده 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 الأمر لكن خليني أقولك على حي هو حابب الأمر أنا مش عايزة برضو أضغط عليك وتقنعي ومنش تقنعي ومنش تقنعي ومنش تقنعي طالما هو مؤمن بحاجة زي كده فلو أنت يا بنتي لقيت نفسك لا أنا خلاص قدرة ومطبعه جات على كده وفي بيتك البس اللي أنت عايزة أنا مش شوف اللي برة لسه وانت وبعدين يجو في الأفراء مش عايزة أقولك يعني لكن لقيت في أنت أنت لأ متقبلة أمر زي ده وهو عرفت تقنعي بالحاجة دي تمام ما عرفتيش أنك تقنعي وانا حاضر وانت مصر على الأمر ده وهو مصر على الأمر ده أحتكم وشوف الأمر يجي من وهاتيها من الفتوى تكتبي على إسلام أولاين تكتبي موقع الشيخ صالح المنجد الفتوى بتيجي بعدها بيوم أو بيومين الرد بيبقى سريع جدا وجايبها حطاها في عنقه دي الفتوى هي وفي عنق اللي قالها هي ودي كذا لكن هو بيغير مش عايز كذا من باب كذا لكن مش باب إنه هو فرض عليك